بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطلبات المدارس السنوية الزراعية التعليم القائم على الجدرات أهلا بكم في لقاء جديد وطلبة الصف الثاني برنامج فن إنتاج محاصيل الحقل إن شاء الله في هذا اللقاء سوف نستعرض مع بعض وحدات الفصل الدراسي الثاني هذه الوحدات المقررة علينا نتعرف على محتوى البرنامج خلال الفصل الدراسي الثاني ولكن قبل أن نبدأ حلقتنا بنذكركم بأن إحنا انتهينا مع بعض من حلقات الفصل الدراسي في الحلقات السابقة من وحدات الفصل الدراسي الأول اللي هو أنت تقيمت فيه وحصلت على جدير ولكن أنا بذكرك بها لأن إنت عارف أن هذه الوحدات بتبقى متطلبات سابقة لباقي الفصل الدراسي الثاني وهناك بعض الوحدات الممتدة اللي إحنا أخذنا منها مخرج واحد ويبقى لنا بعض المخرجات الأخرى اللي إحنا حنتناولها مع بعض إن شاء الله خلال هذا اللقاء في استعرضنا معاكم أبنائي وأبناتي ولكن نذكركم بأن إحنا خلال لقاءاتنا السابقة كنا اتكلمنا على الوحدة الأولى وهي وحدة مقاومة الحشائش وضبط الكسافة النباتية وعرفنا كل المخرجات بتاعتها وعرفنا المعايير التي تشتمل عليها هذه الوحدة وأكدنا على إزاي نقيم هذه الوحدات وأدلة التقييم أو أدلة التعلم المطلوبة منكم سواء كانت بطاقة ملاحظة أو بطاقة مراجعة منتج أو دليل التساؤل شفوي أو تحريري كل هذه الأدلة إحنا استعرضناها تفصيلا في الوحدات السابقة واتلمنا بعد كده في وحدة تطبيق الممارسات الزرعية في إنتاج محاصيل البقول أخذنا منها محصولين اتنين تعرفنا عليهم تعرفنا على المعايير بتاعتهم إزاي نقيمهم ثم انتهينا لوحدة تطبيق الممارسات الزرعية لإنتاج محاصيل الألياف اللي هو استعرضنا مع بعض إنتاج محصول الكتان بكل معاييره وانتهينا مع بعض بأدلة التعلم اللازمة لتقييم هذه الوحدات النهاردة إن شاء الله هنتكلموا مع بعض في وحدات الفصل الدراسي الثاني اللي هما مجموعة من الوحدات هنبدأ نتعرف عليهم أول وحدة اللي هي وحدة الحصاد وحدة الحصاد تتكون من مخرجين اتنين زي ما احنا هنشوف قدامنا دلوقتي أول وحدة من وحدات الفصل الدراسي الثاني وهي وحدة الحصاد الوحدة الثانية وهي وحدة ما بعد الحصاد زي ما انتم شايفين أبناء وبناتي وحدة الحصاد وهي الوحدة الأولى في وحدات الفصل الدراسي الثاني وهذه الوحدة تتكون من مخرجين اثنين المخرج الأول يحصد المحاصيل يدويا المخرج الثاني يستخدم آلات الحصاد الوحدة الثانية من وحدات الفصل الدراسي الثاني أبنائي وبناتي معاملات ما بعد الحصاد يبقى الوحدة الأولى وهي وحدة الحصاد تتكون من مخرجين اثنين المخرج الأول وهو يحصد المحاصيل يدويا والمخرج الثاني ومحتوى يستخدم آلات الحصاد الوحدة الثانية وهي معاملات ما بعد الحصاد ومخرجتها مخرج واحد ينفذ عمليات التجهيز حقليا المخرج الثاني يخزن المحاصيل بعد تجهيزها يبقى أنا عندي الوحدة الثانية وهي بتتكلم على معاملات ما بعد الحصاد زي ما نشايفين أبنائنا وأبنائتنا كده قدامكم بيتتكون من مخرج واحد هذا المخرج اسمه ايه ينفذ عمليات التجهيز حقليا مخرج اثنين يخزن المحاصيل بعد تجهيزها الوحدة الثالثة وهي وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الألياف هناخد منها يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول القطن وده هنستعرض بعد كده المعايير الخاصة بكل وحدة الوحدة الأخيرة وهي وحدة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل البقول هناخد منها يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول فول الصوية ده بجانب الوحدات التكملية اللي هي وحدة الحاسب الآلي يبقى أبناء وبنات زي ما انتوا شايفين كده قدامكم ان عندي مجموعة من الوحدات أربع وحدات قدامنا همت عشان تبقى عارف محتوى الفصل الدراسي التاني للصف التاني برنامج إنتاج محاصيل الحق هذه الوحدات بتبدأ بوحدة الحصاد بمخرجيها المخرج الأول يحصد محاصيل يدويا المخرج الثاني يستخدم آلات الحصاد الوحدة التانية معاملات ما بعد الحصاد وفيها برضو مخرجين اثنين المخرج الأول ينفذ عمليات التجهيز حقليا المخرج الثاني يخزن المحاصيل بعد تجهيزها الوحدة التالتة يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الألياف اللي هو يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الأطم اللي هو محصول أحد محاصيل الألياف احنا أخذنا في الفصل الدراسي الأول محصول الكتان كمحصول من محاصيل الألياف هنا في الفصل الدراسي الثاني بناخد محصول الأطن وعشان كده قلنا إن هناك بعض الوحدات ممتدة ناخد مخرج منها في الفصل الدراسي الأول ودي مخرج كتاني هو في الفصل الدراسي الثاني اللي هو محصول الأطن الوحدة الرابعة اللي هي يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل البقول وحناخد منها اللي هو فول الصوية كأحد محاصيل البقول إلى جانب أن احنا درسنا في الفصل الدراسي الأول محصولين اتنين اللي هو الفول البلدي ومحصول العدس الوحدات التكملية ديات بتسند لي زملاء آخرين اللي هو الحاسب الآلي بنيجي نتكلم أبنائي ومناتي على أول مخرج من المخرجات الوحدة الأولى اللي هو يحصد المحاصيل يدويا بنتكلم على معايير هذا والمخرج التاني اللي هو يستخدم آلات الحصاد أولا بالنسبة لي مخرج الأول اللي هو يحصد المحاصيل يدويا وأنا بأكد عليكم أبنائنا وابنتنا لما جاء أقول وحدة وأقول مخرج وأقول معيار لازم أكون واخد بالي كويس جدا من ترتيب وحدات الإطار ومحتوى الوحدات علشان لما نطلب منك في تقييم الوحدة أدلة تعلم يبقى أدلة تعلم متوافقة مع المعايير اللي هي خاصة بالمخرجات المخرج الأول عندي أبناء وابنتي اللي هو يحصد المحاصيل يدويا هذا المخرج له مجموعة من المعايير المعيار الأول ينفذ ضم محصول القمح والأرز يدويا وفقا لطور النطج المناسب ولما بقول يفقا يبقى أدى شرط من الشروط أداء هذا المعيار على أساس أن تكون بتؤدي هذا المعيار وفق هذا الشرط المعيار الثاني اللي هو ينفذ الكسر اليدوي لمحصول القصب وفقا لمعاد الكسر المناسب المعيار الثالث اللي هو ينفذ التلقيل اليدوي للفول السوداني يعني بيقلع التأليع اليدوي لمحصول الفول السوداني وفقا لعلامات النطج المناسب يبقى أبنائي وبناتي لما نجي نستعرض مع بعض ونفصل اللي هو المخرج الأول من مخرجات الوحدة الأولى اللي هو المحدة الحصاد اللي هو بنقول عليه يحصد المحاصيل يدوين هنا المهارة اللي أنا عايز أأكد عليها أن حصاد المحاصيل يتوقف على معيار مهم جدا 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 وهو ظهور علامات النطج المناسبة إذا ظهرت علامات النطج المناسبة يتم حصاد هذا المحصول وفقا لنوع المحصول تما أن معاد الحصاد هنا التوقيت بتاع الحصاد معيار مهم جدا 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 لما نجي نرجع لتفصيل هذه المعايير ونستعرض هذه المعايير يبقى إحنا هنزودك بالمعارف اللازمة لكي تكون جديرا ولديك المهارات اللازمة في تحديد علامات النطج المناسبة لحصاد كل محصول ليه؟ لأن إذا أنت تعرفت على علامات النطج المناسبة هنا هتحصد المحصول في التوقيت المناسب وبالتالي هتحافظ على محصولك وهيبقى العائد منه عائد ذات جدوى سواء اقتصاديا أو كما أو نوعا لهذا المحصول لما نرجع تاني أبنائي وبنات اللي استعراض الوحدات الوحدة الأولة اللي هو نحدة الحصاد المعيار الأول اللي هو يحصد المحصيل يدويا بمعاييره الثلاثة اللي هي بمعايير الأداء اللي هو أول واحد ينفذ ضم القبح والأرز يدويا وحسب طور النطج المناسب اتنين ينفذ الكسر اليدوي لمحصول القصب وأنا بعيد وأكد على المعايير الخاصة بالمخرج الأول تالت معيار اللي هو ينفذ التأليع اليدوي للفول السوداني وفقا لطور النطج المناسب المعيار الرابع ينفذ تأليع محصول البصل وتصميته حسب طور المناسب لهذا المحصول المعيار الخامس اللي هو يجني الأطنق في الوقت المناسب كل دية مهارات انت كمهندس زراعي بتباشرها ولابد أن يكون لديك المهارة الخاصة لتنفيذ هذه المعايير نتكلم على المخرج الثاني من هذه الوحدة اللي هو يستخدم آلات الحصاد بأبناء وبناتي احنا نتكلمنا على المخرج الأول بالمعايير بتاعته بالنسبة ليه المخرج الثاني اللي هو يستخدم آلات الحصاد بيحتوي هذا المخرج على معيارين اثنين المعيار الاول ينفذ حش محاصيل الأعلاف الخضراء وفقا لنوع المحصول اثنين يتابع الحصاد الآلي للمحاصيل وفقا لطور النطج المناسب بالنسبة ليه الوحدة الثانية خلاص احنا كده خلاصنا من استعراض الوحدة الاولى انا بستعرض معاكو بس الوحدات بعد كده هنبدأ نشرح هذه الوحدات ونزودك بالمعارف والمادة الاسرائية التي تمؤكنك من اكتساب المهارات الخاصة بهذه الوحدات الوحدات وهذه المخرجات لكي تكون طالبا جديرا نتكلم على وحدة معاملات ما بعد الحصاد فيها كم مخرج؟ فيها مخرجين اثنين المخرج الاول منفذ عملية التجهيز حقليا المخرج اثنين يخزن محاصيل الحق بعد تجهيزها يبقى الوحدة التانية من الوحدات المقررة علينا واللي احنا هنستعرضها مع بعض ان شاء الله وحدة معاملات ما بعد الحصاد هذه الوحدة يتكون من مخرجين اثنين المخرج الاول ينفذ عملية التجهيز حقليا المخرج الثاني يخزن محاصيل الحق بعد تجهيزها نجي نتكلم على معايير كل مخرج احنا بنتكلم على المخرج رقم واحد اللي هو ينفذ عملية التجهيز حقليا فيه كم معيار؟ فيه ثلاث معايير المعيار الاول ينفذ عملية الدراس وفقا لنوع المحصول وهنتكلم تفصيلا في تعريف عملية الدراس والغرض منها وازاي بتتم اثنين المعيار الثاني لهذا المخرج ينفذ عملية التزرية والغربلة وفقا لحجم حبوب المحصول المعيار الثالث ينفذ عملية التنظيف والفرز وفقا لنوع المحصول ومعدل النظف يبقى ابنائي وبناتي اللي انا عرضوا قدامكو ده اول مخرج من مخرجات الوحدة التانية في الفصل الدراسي التاني اللي هي وحدة معاملات ما بعد الحصاد المخرج الاول منها اللي هو ينفذ عملية التجهيز حقليا فيه ثلاث معايير هذه المعايير قلنا بتبدأ بفعل ومشروط فعل ينفذ هنا ما نقول ينفذ عملية الدراس وفقا يبقى ده الشرط لنوع المحصول لأنه كل محصول طريقة معينة في دراسه واستخلاص الحاصل او الناتج الاقتصادي منه المعيار رقم اثنين ينفذ عملية التزرية والغربلة وفقا لحجم حبوب المحصول المعيار رقم ثلاثة ينفذ عملية التنظيف والفرز وفقا لنوع المحصول ومعدل النظافة ابناء وبناتي ننتقل بعد كده للمخرج رقم اثنين في الوحدة في وحدة معاملات مع بعض الحصاد اللي هو مخرج يخزن محاصيل الحقل بعد تجهزها لما بنجي نتكلم على تخزين محاصيل الحقل بعد تجهزها بنجي نتكلم على معايير الأداء اللي هم أربع معايير المعيار الأول ننفذ معاملات بزور القطنة وفقا لدرجة الحرارة المطلوبة وده احنا هنعرف أثناء استعراضنا للوحدة ديك وأثناء استعراضنا لهذا المخرج بالذات إزاي نعامل معاملات بزور القطن وما هو الغرض من هذه المعاملات وما هي درجة الحرارة المناسبة لمعاملة بزور القطن قبل زراعتها المعيار الثاني يضبط نسبة الرطوبة في البزور بالتكفيف وفقا لنوع المحصول وحنتكلم تفصيلا على أن نسبة الرطوبة من العوامل الهامة جدا التي يتوقف عليها تخزين التقاوي أو المحافظة على التقاوي من التلف أثناء تخزينها المعيار رقم ثلاثة يصمت البصل في الحقل وفقا للمواصفات وهذه العملية سنستفيد فيها أبنائي وبناتي في معارف ومهاراتها علشان تعرف أن هذه العملية من العمليات الهامة التي تتم على المحصول لكي تطول فترة تخزينه وحتى يتم تخزينه بشكل آمن المعيار رقم أربعة يحدد مواصفات المخزن الجيد حسب الشروط لأن لكل مخزن فيه شروط معينة لابد أن تتوافر فيه لأن انت عارف أن التقاوي من الأشياء المكلفة جدا لإنتاجها وبالتالي لابد من أن يكون المخزن معد بمواصفات خاصة علشان نحافظ على حيوية هذه التقاوي وجودتها لحين زراعتها لأن انت عارف أبنائي وبناتي أن التقاوي بتنتج في معاد ويتم زراعتها في معاد آخر بالنسبة للمخرج الوحدة التالتة اللي احنا هنتعرض لها اللي هي تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل الألياف هناخد منها مخرج رقم واحد اللي هو زي من شايفين أبنائي وبناتي يطبق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الأطن هذا المحصول الذي يشتمل على مجموعة من المعايير إيه هو المعايير بتاعته؟ المعايير الأول يحسب معادل التقاوي المناسب حسب طريقة الزراعة المعايير الأولاني اللي هو ينفذ التخطيط طبعا على اساس أن العملية الخدمة عملية مهمة جدا المعايير الثاني يحسب معادل التقاوي المعايير الثالث ينفذ طرق الزراعة المناسبة طبقا لنوع الزراعة أو طريقة الزراعة يطبط الكسافة النباتية زي من شايفين أبناء وبناتي في المعايير الرقم أربعة يطبط الكسافة النباتية المناسبة للنمو والإنتاج الجيد لأن الكسافة النباتية من العوامل الهامة جدا جدا التي يتوقف عليها كمية المحصول لأنه كلما كان كسافة المحصول كسافة جيدة أو حسب التوصيات الفنية المحصول بيأخذ حقه من العناصر الغذائية ومن الضوء وبالتالي بيكون نمو نمو جيد وبالتالي بيكون إثماره إثمار جيد المعايير الرقم خمسة يقاوم الحشائش بالطريقة المناسبة المعايير الرقم ستة ينفذ برنامج التسميد وفقا للتوصيات والمعدلات المعايير الرقم سبعة ينفذ برنامج الري المناسب حسب احتياجات المحصول آخر معايير من معايير هذا المخرج اللي هو يحدد علامات نطج المحصول ومعاد الجاني الأمثل يبقى ده بالنسبة للمخرج رقم واحد في وحدة تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محاصيل الأعلاف آخر وحدة اللي هي تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول البقول لما باجأتكلم على تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج المحاصيل البقولية بنستكمل مخرجتها بالمخرج رقم ثلاثة لإن أنا أخدت فيه الوحدة الفصل الدراسي الأول من هذه الوحدة مخرجين اللي هو إنتاج محصول الفول البلدي وإنتاج محصول العدس وده المخرج الثالث اللي هو ينتج محصول الفول الصوية معايير الأداء الخاصة بهذا المخرج ينفذ التلقيح البكتيري لفول الصوية بالطريقة الموصى بها المعيار رقم اتنين ينفذ زراعة فول الصوية بالطرق الموصى بها المعيار رقم ثلاثة يضبط الكسافة النباتية للفول الصوية طبقا لإرشادات وزارة الزراعة المعيار رقم أربعة يكافح الحشائش يدويا أو ميكانيكيا دون الإضرار بالنبات ولاحظوا أنه هنا أدي الشرطة هوت هنا دون الإضرار هنا طبقا لإرشادات وزارة الزراعة يبقى برضو في المعيار الأول ينفذ التلقيح البكتيري بالطريقة الموصبة بها مش بأي شكل لازم هنا يكون أداءك أداء مشروط على أساس تكتسب المهارة التي تكسبك قدرة على أداء هذا المعيار بالسلوك الصحيح نتكلم على المخرج رقم خمسة المعيار أو معيار الأداء رقم خمسة اللي هو ينفس برنامج الري لفول الصوية وفقا للتوصيات أخر معيار اللي هو ينفس حصاد فول الصوية بظهور علامات الندق المناسب بكده أبنائي وبناتي بنكونوا استعرضنا مع بعض الوحدات التي تشتمل عليها يشتمل عليها برنامج فني إنتاج محاصيل اللي هو الوحدات الأربعة اللي أنا استعرضتهم معاكم على أساس نعدك لأن إحنا لما نيجي نشتغل مع بعض في الوحدة الأولى ثم الثانية ثم أتبقى عندك محتوى بتاع المنهج كله قدامك وأنا استعرضت معاك هذه الوحدات والتلك أن أنا عندي أربع وحدات الوحدة الأولى ووحدة الحصاد بمخرجيها الوحدة الثانية معاملات ما بعد الحصاد الوحدة الثالثة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج المحاصيل الألياف اللي أنا هندرس على سبيل المثال منها محصول الأطن المصري الوحدة الأخيرة تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محاصيل البقول اللي هو هندرس منها محصول فول قصوية أما نيجي نتكلم دلوقتي مع بعض على أول وحدة من وحدات الإطار بتاعي للفصل الدراسي الثاني وهي وحدة الحصاد زي ما أنا استعرضت معاكم منذ دقائق في أول لقاء بكم في هذه الحلقة قلت لك أن وحدة الحصاد تتكون من مخرجين اتنين المخرج الأول يحصد المحاصيل يدويا إذا تكلمنا على هذا المخرج يبقى لازم أستعرض ما يحتويه من معايير يبقى يلا بينا نتكلم على الوحدة الأولى اللي هي وحدة الحصاد ونستعرض مع بعض أول مخرج لها اللي هو يحصد المحاصيل يدويا والمخرج الثاني يستخدم آلات الحصاد طب هناك متطلبات سابقة طبعا في متطلبات سابقة ودي معلومة مهمة جدا أبنائي وبناتي لابد أنك أنت تعيها كويس جدا علشان تبقى فاهم أن وحدات الإطار بتاعنا مترتبة على بعضها وحدة مترتبة على الوحدة الأخر يبقى أنا ما نقدرش نتجاوز وحدة إعداد الأرض وعلشان كده كنت لما بتكلم مع طلبة الصف الأول بقوله إيه لازم تكتاز هذه الوحدة لأن هذه الوحدة أساس لباقي وحدات الإطار سواء في الصف الأول سواء في الصف الثاني سواء في الصف الثالث يبقى لما بقى أتكلم على متطلبات سابقة للوحدة لازم أذكرك أن من ضمن المتطلبات السابقة وحدة إعداد الأرض للزراع يبقى أنا لما بتكلم على هذه الوحدة بتكلم على أني عندي متطلبات سابقة متطلبة سابقة سابقة يبقى حضرتك أنتوا أبناء وأبناتي تابود تكونوا ملمين بها وفاكرنا على شيء كده أما بكلم سنة تانية وبكلم سنة تالتة بقولك ما فيش مانع أبدا أنك أنت تتابع خريطة عرض البرامج الخاصة ببرنامج في بيتنا مدرسة للصف الأول علشان تتذكر الوحدات السابقة يبقى هنا ما تقعدش تدور على الوحدات الخاصة بك بس الخاصة بالصف بتاعك بس إحنا بتتكلم على أن هناك خريطة عرض بتتم وبتعلن في مدارسكم التي يطبق بها منظومة الجدرات هذه الخريطة تحتوي على ساعات عرض للصف الأول وحلقات للصف الثاني وحلقات للصف الثالث طلبة الصف الثالث لا بد أن يتابعهم حلقات الصف الثاني والأول طلبة الصف الثاني لازم يتابعهم حلقات الصف الأول لأن احنا بنتكلم زي ما أنا بقولك أن هناك متطلبات سابقة لما أقول متطلبات سابقة يبقى هتكون من الوحدات اللي هي الدرسة نرجع تاني أبنائنا وبناتنا للمتطلبات السابقة اللي هي وحدة إعداد الأرض للزراعة ومش بس كده الوحدة التانية وحدة طرق الزراع يبقى عندي وحدتين اتنين همت اللي هو وحدة إعداد الأرض للزراعة والوحدة التانية لها وحدة طرق الزراعة هذه الوحدات بتكون من المتطلبات السابقة للوحدة إلى جانب عمليات الخدمة بعد أزرع نيجي نتكلم على أول مخرج اللي هو يحصد المحاصيل يدويا بالمعايير بتاعته ينفذ ضم محصول الأمح ينفذ الكسر اليدوي ثم ينفذ تأليع اليدوي لمحصول الفول الصوية المعيار الرابع ينفذ تأليع البصل في طور النطج المناسب مع تصميته المعيار الخامس يجني القط في الوقت المناسب وفقا لعلامات النطج المناسبة نيجي نتكلم على المخرج اللي هو الذي يحتوي عليه هذا البرنامج زي ما اتكلمت كده هناك معايير كثيرة جدا جدا أبنائي وبنات لابد أن احنا نستعرضها معا على الشاشة زي ما انتوا شايفينه وبأكد عليه أن ما هو مطلوب لأدلة التعلم زي ما انت شايف كده أول حاجة دليل بطاقة ملاحظة للمعيار من واحد لخمسة يبقى جميع المعايير عايزة إيه حد أنا شوف أنا استعرض طيلك الوحدة والمخرج والمعايير وأدلة التعلم علشان لما إحنا دلوقتي نفصل المعلومات بتاعتنا والمهارات بتاعتنا أثناء عرضنا للوحدة يبقى أنت عارف كل معيار مطلوب فيه إيه علشان تتقيم فيه هنا المخرج الأولين ده هو اللي هو يحصد المحاصيل يدويا هدلة التعلم اللازمة لتقييمه دليل بطاقة ملاحظة ملاحظة للمعايير كلها اللي هو الخمس معايير اللي هو ينفذ ضم الأمح عايز دليل ملاحظة اتنين ينفذ الكسر اليدوي تلاتة ينفذ التقليع الفول السوداني يقلع البصل في طور النتج المناسب مع تصميته يجني الأطن يبقى خمس معايير ده هم أبناء وبناتي مطلوب في تقييمهم بطاقة ملاحظة ولما بقول بطاقة ملاحظة أبناء وبناتي لازم نرجع لكم علشان أفصل لك يعني إيه بطاقة ملاحظة بطاقة ملاحظة يعني أنت حتكلف بأنك أنت تؤدي هذه المهارة وتقيم على أساس هذه المهارة يبقى إذن أندي بطاقة الملاحظة كدليل لأدلة التعلم بتكون لكمية هذه المهارة مش كده وبس هناك أدلة أخرى من الأدلة التي المطلوبة هي دليل تساؤل شفوي وتحرير يبقى أول دليل اللي هو دليل بطاقة الملاحظة الدليل التاني اللي هو دليل تساؤل شفوي وتحريري للمعيار واحد وثلاثة وخمسة طيب نذكركم بهم المعيار واحد اللي هو إيه اللي هو ينفس ضم محصول الأمح والأرز يدويا وفقا لطور النتج المناسب طيب المعيار رقم ثلاث نشوف معيار رقم ثلاثة بيقول إيه اللي هو ينفس التأليع اليدوي للفول السودان المعيار رقم خمسة اللي هو يجني الأطنق في الوقت المناسب يبقى هنا دليل تساؤل شفوي وتحريري لكل هذه المعايير نجي نتكلم بقى أبنائي وبناتي تفصيلا بعد كده على أول مخرج اللي هو المخرج الأول يحصد المحاصيل يدويا وانعرف أبنائي وبناتي تعريف كلمة الحصاد وده أول معلومة إحنا هنبدأ بيها إن شاء الله معاكم علشان كده أنا بطلبك إنك أنت تبدأ تركز معايا بعد استعرضنا للوحدات وبعد استعرضنا لمخرجاتها وبعد استعرضنا لمعاييرها وبعد استعرضنا لطريق التقييم هذه المخرجات نبدأ بقى نتكلم على المعارف المطلوبة والمادة الإسرائية اللي هي المفروض أن تتعلمها علشان تتسب المهارات اللازمة لتنفيذ المعيار حسب الشرط بسلوك صحيح أول معلومة تعريف الحصاد إيه هو الحصاد؟ هي عبارة عن هو عبارة عن جمع الناتج الاقتصادي من المحصول في طور النطج المناسب هنا مهم جدا 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 إنك أنت تعي مجمل هذا التعريف الحصاد عبارة عن جمع الناتج الاقتصادي من المحصول في طور النطج المناسب شرط مهم جدا لم نقول شي هو جمع الناتج الاقتصاد لا لأنك أنت ممكن تجمع الناتج الاقتصادي في وقت غير مناسب وبالتالي تهدر المحصول بتاعك يبقى تعريف الحصاد هو إيه أبنائي وبناتي؟ هو عبارة عن جمع الناتج الاقتصادي ولما بقول الناتج الاقتصادي هنا أي أنه هو الذي من أجله يزرع المحصول نجي نتكلم بعد كده على المقصود بطور النطق المناسب عايز أفصل لك بقى المعارف علشان خاطر تبقى أنت طالب جدير إن شاء الله حينما تقيم في هذه الوحد خلاص عرفنا أن الحصاد أنه هو جمع الناتج الاقتصادي من المحصول في طور النطق المناسب طيب إيه هو المقصود بطور النطق المناسب طور النطق المناسب هو أن النبات المنزرع أو أحد أجزاؤه الخضرية أو الثمرية أصبح صالحا للغرض الذي يزرع من أجله جميل يبقى تهني بقى علشان خاطر تكتسب هذه المعلومة اللي هي تكسبك المهار إيه هو الحصاد؟ هو عبارة عن جمع الناتج الاقتصاد في طور النطق المناسب يبقى يلزمني أن أنا أعرف بعد كده إيه هو طور النطق المناسب طور النطق المناسب زي ما احنا شايفين أبناء وبناتي قدامكم على الشاشة هو أن النبات المنزرع أو أحد أجزاؤه على حسب الغرض من زراعته الخضرية أو الثمرية أصبح صالحا للغرض الذي يزرع من أجله طيب كلام جميل خالص نيجي بعد كده نتكلم على حاجة مهمة جدا وهي العوامل المؤسرة على عملية الحصاد من ضمن العوامل المؤسرة على عملية الحصاد أبنائي وبناتي هي درجة النطق درجة النطق دي مهم جدا أنك أنت تعي تماما ما يقصد بزراعة المحصول أنا بزرع المحصول ده ليه؟ يبقى هنا لما أعرف أن الغرض من زراعة المحصول على أساس ده هيبقى هناك علامات لنطق هذا المحصول تكون هذه العلامات إذا ظهرت مناسبة لعملية الحصاد على سبيل المثال هناك محاصيل تزرع لغرض الحصول على أجزاءها الخضرية وهناك محاصيل أخرى تزرع لحصول على أجزاءها الثمرية هنا درجة النطق تختلف وفقا للغرض الذي يزرع من أجله المحصول وإحنا حناخد بعد كده حوضح لكم بالصور الكلام ده والجزئية دي مهمة جدا اتنين الطقس الطقس أو المناخ أبنائي وبناتي يقصد به أفضل وقت أو ظروف يتم فيها الحصاد يبقى أنا أبنائي وبناتي عرفت عملية الحصاد وقلت الحصاد هي عبارة على العملية التي يقصد بها الحصول على الناتج الاقتصادي الذي من أجله يزرع المحصول مهمة جدا أن أنت تعي تماما مصطلح بتاعي علشان خاطر لما تعرف المصطلح يبقى أنت هنا طالب جدير إيه هو المصطلح؟ الحصاد الحصاد إيه هو؟ هو عبارة عن الطريقة التي يتم بها الحصول على الناتج الاقتصادي من زراعة المحصول دي الحصاد في طور النطق المناسب يشترط للحصول على الناتج الاقتصادي أن يكون قد وصل إلى طور النطق المناسب على سبيل المثال لما أجأ أقول طور النطق المناسب طب خل جميع المحاصيل لها علامات واحدة من علامات النطق لا طبعا أختلف علامات النطق زي ما احنا عرفنا قبل كده من ثواني أن الطور النطق المناسب هو أن النبات أو أحد أجزائه يكون صالحا للحصاد على حسب الغرض من زراعة يعني لو احنا أخدنا محصول زي محصول الفول البلدي محصول الفول البلدي بيزرع قد يزرع لغرض الحصول على القرون الخضراء وقد يزرع للحصول على البزور الجف هنا علامات النطق هتختلف ليه؟ لأن أنت لما تقول حزرع المحصول الدهوت لغرض الانتاج الأخضر يبقى هنا انتلاء القرون وإكتمال حجمها هو المعيار وهو العلامة وهي كيف تستدل على نطق هذا المحصول يبقى من ضمن علامات النطق أو طور النطق المناسب لكل مرحلة علامات ولكل مرحلة بيكون لها هناك استدلال على نطق هذا المحصول لما نكمل مع بعض وزي ما احنا عرضنا لكم أبنائي وبناتي اللي هي العوامل المؤثرة على عملية الحصاد علشان نكملها ويبقى انت فيها لممت بالمعلومة اللي هي درجة النطق اتنين الوقت وقت الحصاد مهم جدا جدا أبنائي وبناتي ممكن بعض المحصيل اذا حصدت فيه توقيت غير مناسب تؤدي الى اهضار هذا المحصول زي ايه؟ زي محصول الامح لما بجي احصد التوصية الفنية في حصاده ان هو يحصد فيه الصباح وقبل اشتداد درجة الحرار زي محصول الكتان نفس التوصية كمان حاجة مهمة جدا قبل وصول المحصول الى طور النطق التام في الكتان نوصي بحصاده وده معلومة مهمة جدا طيب محصول الامح يقولك يحصد فيه طور النطق التام واحنا بصدد ان احنا نتعلم ازاي نحصد محصول الامح ومحصول الارض يدويا عند ظهور علامات النطق يبقى يلزامني ان انا اقولك من ضمن المعايير والعوامل التي تؤثر ابناء وبنات على الحصاد اول حاجة طور النطق اثنين التقص ثلاثة من ضمن العوامل التي تؤثر اللي هي المعدات او الادوات المستخدمة لعملية الحصاد زي ما انت شايفين كده ابناء وبناتي الاي دي العاملة المدربة ايبا عندي ابناء وبناتي مجموعة من العوامل المؤثرة على عملية الحصاد زي ما احنا هنشوف دلوقتي قدامكم على الشاشة اللي هو اول حاجة اللي هو درجة النطق درجة النطق المحصول اثنين التقص ثلاثة المعدات اربعة الاي دي العاملة يبقى عندي مجموعة من العوامل زي ما انت شايفين كده اللي هي درجة النطق التقص المعدات الاي دي العاملة ولكل ولكل هنا عامل من هذه العوامل وقفة لازم نقول درجة النطق المناسبة ويقصد بها افضل مرحلة للحصاد التقص او المناخ ويقصد به افضل وقت وافضل ظروف يتم فيها حصاد المحصول المعدات او الادوات المستخدمة ويقصد بها انه يمكن استخدام ادوات يدوية في المساحات الصغيرة او معدات آلية في المساحات الكبيرة الاي دي العاملة بقى هنا يشترط لها ان تكون مدربة وماهرة ليه؟ لان عملية الحصاد من العمليات الهامة جدا احنا بنزرع طول السنة وبنحصد في نهاية موسم زراعة المحصول علشان نجمع الناتج الاقتصادي اللي هو هيشكل بالنسبة للمزارع دخل اللي هو هيعيش منه ويصرف عليه على باقي العمليات الانتاجية لباقي المحاصيل خلال السنة من هذه العملية يبقى لازم اتكلم فيه الاي دي العاملة يشترط لها ان تكون فيها بتوفر فيها المهارة العامل اللي اللي انا هشتغله في عملية الحصاد يكون عامل ماهر العوامل الاقتصادية ويقصد بها سعر المحصول لان اسعار المحاصيل بخليني انا ممكن احصد في وقت معين او اخزن زي ما احنا قلنا بعد كده معاملات ما بعد الحصاد اللي هو التخزين لان التخزين من ضمن العملات الهامة جدا للمحاصيل الزراعية بعد كده ابناء وابناتي بننتقل معاكم الى تتنوع المحاصيل من حيث الغرض من زرعتها هل كل محاصيل الحق بتزرع لغرض واحد لا طبعا هناك محاصيل تزرع لغرض المجموعة الخضر ايه هي المحاصيل اللي بتزرع لغرض المجموعة الخضر زي محاصيل الاعلاف ومحاصيل الاعلاف دي تحصد بعملية الحش لاحظ هنا المصطلح مصطلحات الحصاد هنبدأ نتناول ابناء وابناتي علشان لما تبقى في التقييم وفيه معرض لتساؤل شافوي هنا المدرس بتاعك او المقيم بتاعك يقولك هاو محاصيل الاعلاف مصطلح الحصاد بتاعها يسمى ايه تقوله يسمى بالحش طيب محاصيل الاعلاف بتزرع لغرض ايه تقوله تزرع لغرض المجموعة الخضر بس كده لا فيه هناك محاصيل اخر محاصيل السكر محاصيل السكر زي محصول الاصب ومحصول الاصب ده هو يحصد بكسر النبات تمه فيه محاصيل اخرى من محاصيل السكر اللي هو محصول البنجر محصول البنجر بيتم تقليعه طيب تالت محاصيل الى محاصيل الالياف مثل التيل والكتان ويحصد بالتقليع وبعد فصل البزور تفصل الالياف بعملية التعطين وإلى آخر محاصيل أخرى اللي هي محاصيل الصبغات مثل محاصيل الحن يبقى عندي أبناء وبناتي يتنوع المحاصيل من حيث الغرض من زراعتها هناك محاصيل تزرع لغرض المجموع الخضري زي إيه أبناء وبناتي زي محصول محاصيل الإعلاف ويتم حصادها بعملية الحش ومحاصيل السكر مثل أصب السكر ويتم حصاده مصطلح الحصاد بتاعه الكسر أو محصول بنجر السكر اللي هو بيتم بالتعليع وأبناء طلبة الصف الثالث عندهم هذا المحصول وفي الفصل الدراسي الأول كوحدة من وحدات انتاج محاصيل السكر محاصيل الألياف مثل التيل والكتان ويحصد به التعليع ويتم فصل الألياف بوسطة عملية تسمى بعملية التعطين آخر محاصيل بتزرع لغرض المجموع الخضري اللي هو محاصيل السبغات اللي هو محصول الحن وهي من المحاصيل المهمة جدا التي تتوقف عليها عامل من العوامل الحصاد لما يجي أتكلم هنا على المحصول دهوت يبقى هنا المحاصيل ديت مهمة جدا بالنسبة لمحصول الكتان يتم الحصاد وهدية أنا بستعرض معك وأبنائي وبناتي مجموعة من المحاصيل ومجموعة من المعارف علشان خاطر تبقى أنت فاهم أن أنا بزود معارف الإسرائيل عندك علشان لما نبدأ فيه تفصيلا فيه عملية الحصاد يبقى أنت عارف كل محصول منه معايير حصاده إيه هنا بقولك معايير الحصاد في بعض المحاصيل محصول الكتان يحصول الكتان يتم قبل جفاف السمار ويتم إمتى في الصباح الباكر يبقى أبنائي وبناتي لما أجد أتكلم على هنا التوقيت المناسب ومعايير حصاد بعض المحاصيل زي محصول الكتان نتكلم على أنه يجب حصاد المحصول في مرحلة طور النطج المناسبة قبل جفاف الكابسولات حتى لا تنفتح وتنصر البزور على الأرض وتوقيت الحصاد هنا توقيت مهم جدا جدا يقولك في الصباح الباكر أو في قرب الغروب مع عدم التصرع يبقى هنا ما تتصرعش ليه؟ لأن التصرع في تقليع المحصول أو حصاد المحصول بيهمل على إهضار المحصول ويوضع الكتان على الأرض في اتجاه واحد مع استبعاد نباتات البتون وقنوات الري يبقى ده معيار من معايير الحصاد لهذا المحصول بعد كده أبنائي وبناتي بنتكلم على الصلاة المعروض قدامك ده زي ما احنا شايفين ده أول صلاة هعروضه عليك عشان تبقى شايف هذا محصول الكتان خد بالك معاي هذا الراجل اللي بيقلع بص أبنائي وبناتي للصورة دية هتلاقي الراجل بيشد النبات إلى أعلى أو بيجذب النبات إلى أعلى في شكل قبضات قبضات يعني على إيه؟ يعني على قد قبضة الإيد وبعد ما بيقلع شوف بيحط النبات إزاي؟ بالشكل ده كده بيحط النباتات المجموعة الجزر على اتجاه والمجموع الثامري في اتجاه آخر يبقى هنا معيار الأداء أبنائي وبناتي في الحصاد مهم جدا جدا إنك إنت تعرف إنه تم تقليع الكتان في صورة قبضات بص كده للعامل ده بص كده هنا بيقلع النباتات بيجذب النبات إلى أعلى في صورة قبضات القبضة يعني إيه؟ يعني على قد قبضة الإيد ما ياخدش أكتر من كده ويجذب النبات إلى أعلى ثم يضعه على الأرض بالشكل اللي انتو شايفينه أبنائي وبناتي كده بشكل منتظم يطلع كده اللي هي عملية تسمى بعملية التسوير عملية التسوير يعني يعني النبات يطلع إيه؟ مستوي المجموع الجزري هوت في اتجاه كله هوت بالشكل ده كده في الصفوف والثمار أو الكابسولات في اتجاه إيه آخر ثم يقوم بطربيط النبات في صورة حزم صغير يبقى أبنائي وبناتي هنا معيار الحصاد أو من المعايير الهمة لحصاد محصول الكتان هو أننا أقلع الكتان في الصباح الباكر أو قرب الغروب وهو بيكون قبل 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 جفاف الكابسولات وحتى لا تنفرط على الأرض وتؤدي إلى تدهور المحصول يبقى هنا حصاد الكتان أبنائي وبناتي زي ما احنا قلنا عملية التأليح عملية التسوير اللي هو يضع الكتان في صفوف عملية التربيط علشان نحافظ على المحصول أثناء نقله من الحقل إلى المصانع أو إلى الأماكن أخرى لاستكمال باقي عملية الحصول على البزور اللي هي عملية الهادير زي ما احنا كلمنا تفصيلا في إنتاج هذا المحصول قبل كده بالنسبة ليه الماء اتنين محاصيل تزرع لغرض البزور يبقى احنا خدنا الواحد محاصيل تزرع لغرض المجموع الخضري اتنين محاصيل تزرع لغرض الجزور اللي هو بنجر السكر ويحصد بالتأليع يبقى ابناء وابنات عندي المحاصيل تختلف على حسب الغرض من زراعته هناك بعض المحاصيل تزرع لغرض المجموع الخضري وهناك محاصيل تزرع لغرض المجموع الجزري أو الجزور زي ايه زي محصول البنجر البنجر ويتم مصطلح حصاده اللي هو ايه ابناء وابنات اللي هو التأليع ثلاثة محاصيل تزرع لغرض الاجزاء السمرية وده زي محاصيل الحبوب ومحاصيل الالياف السمرية اللي هي زي القط ومحاصيل اخرى زي محاصيل الزيت ومحاصيل السبغات زي محصول الارطم يبقى هنا تتنوع المحاصيل من حيث الغرض من زراعتها زي ما احنا شفنا كده طب نتكلم على ابناء وابناتي على الصلاة المعروض قدامك ده اللي هي المصطلحات الخاصة بعملية الحصاد علشان لما نجي نتكلم على دليل التساؤل الشافة والتحرير هنتعرض الى هذه المصطلحات اول مصطلح اللي هو مصطلح الجمع الجمع او الجن وهو حصاد محصول القطن او الحصول على الناتج الاقتصادي من محصول القطن التقطيع وهو يطلق على محاصيل معينة زي محاصيل الحبوب زي محصول الزرع عند الوقت بين ضمن المصطلحات بتاعتي مصطلح الجمع او الجانية هذا المحصول يتم او هذا المصطلح يتم لمحصول القطن التقطيع لحصاد الزرع الشامية ثم التعقيب او الغربلة لمحصول تنظيف بزور البرسيم التأليع يتم على بعض المحاصيل البقولية زي الحمص والعدس والبصل يبقى ابناء وبناتي لازم تكون فهم هنا فرق ما بين التقطيع والتأليع هذا المصطلح اللي هو حصاد بعض المحاصيل الحبوب زي محصول ايه زي محصول الزرع الشامية طب الجامع او الجاني هذا يطلق على حصاد او الحصول على الناتج الاقتصادي من محصول القطن الحش وهو حصاد البرسيم او الاعلاف الخضراء لان الاعلاف الخضراء يتم حصادها بعملية الحش واحنا بنتكلم على الحصاد اليدوي يبقى الحش اليدوي يبقى الادوات المستخدمة في حياة اسمها المحشة او الشرشرة او المنجل الملخ وهو نزع كيذان محصول الزرع واقتلاع شتلات الارض يبقى الملخ بيطلق على عمليتين اتنين ابناء وبنات يطلق على نزع كيذان الزرع الشامية واختلاع حشائش الارض عند نقلها الى الارض المستديمة من المشتل نجي نتكلم على التأشير وهذه العملية بتطلق على نزع اغلفة الكيذان لان احنا بنتكلم على محاصيل الحقل ثم التفريط وهو فصل حبوب الزرع عن الكوالح اللي هي المنتج السنوي في الكيذان عملية الهدير فصل سمار الكتان عن الاش وعملية التعقيب عملية التعقيب داية اللي هي عملية الغربلة او التنظيف البزور بتاعة البرسين نجي نتكلم ابنائي وابناتي على بعض الالات المستخدمة في حصاد المحاصيل انا عندي قبل ما بتكلم على بعض الالات نتكلم الاول على ضم المحصول هنا محاصيل الحبوب قد تضم او تحصد اما بيدويا زي ما نشوفين ابناء وابناتها ادل عملية التمارية او ميكانيكيا او آليا او ميكانيكيا باستخدام ما يسمى بي الكمبين وهي معدات معدة لان تقوم بعملية الحصاد والدراس والتزريع يبا ابناء وابنات عملية الحصاد هذه العملية هي الغرض منها الحصول على الناتج الاقتصاد وتتوقف هذه العملية ومعايير ادائها على نوع المحصول اذا كانت محاصيل محاصيل حبوب زي محصول الامح زي ما احنا قلنا انه ينفذ بحصاد محصول الامح والارز يدويا الامح قد يحصد يدويا بوسطة اداء تسمى المنجل او الشرشرة ويتم الحصاد حينما يصل النبات الى طور النضج التام مع التوصية بعدم التأخير في الحصاد حتى لا تنفرض الحبوب على الارض ويؤدي الى هدر كمية من الحصول خصوصا ان هناك بعض الاصناف ابنائي وبنادي من اصناف الامح اللي هي بتكون عندها استعداد للانفراط يعني ايه الانفراط يعني الحبوب بتخرج خارج العصافة والقصافة وهي على السنبولة وهي فيه لسه في الحق يبقى انا لو انا بس تحرك النبات بهوى بجزء كده بسيط يبقى الحباية هتبقى عرضة لها تنفرض على الارض وبالتالي هنا عملية الحصاد كمعيار من معايير المحافظة وعدم هدر المحصول مهمة جدا لما باجي اوصي بحصاد مثل هذه الاصناف من اصناف الامح بقول يتم او يوصى بعدم التأخير في حصاد القمح اه بقى لما بعد طور النطج التام حتى نتجنب انفراط الحبوب من السنابل طب بالنسبة ليه محاصيل اخرى اه في زي محصول الكتان برضو يتم حصاد هذا المحصول قبل جفاف الكابسولات وتفتحها حتى لا تنفرط وتسقط البزور على الارض لحظ المصطلح كده وانا بكلمت هنا بقول في الكتان بزور وبقول في الامح حبوب ايوة طبعا انت الراجل مهندس زراعي وانت في سنة تانية فلازم تكون فاهم انه هي بزور اللي هو النباتات سوات الفلقتين زي الحصيل البقولية زي القط زي الفول البلدي زي الفول الصوية زي الترمس زي العدس كل دية محاصيل بنقول عليها بزور اما الحبوب اللي هي البره او الحباية زي الامح او الارض او الشعير او الزورة الشامية كل دية اسمها ايه؟ حبوب يبقى ما بكلم على مصطلح الحصاد بقول هو الحصول على الناتج الاقتصادي وقتوقف ذلك على الغرض من زراعة المحصول سواء هذا المحصول بيزرع لغرض اجزاء الخضرية او الاجزاء السمرية او الجزور استعرضت معاكم زي ما انتم شفتم على الشاشة قدامكم اللي هو حصاد محصول الامح وقلت ان معيار حصاد محصول القمح هو عدم تأخير حصاده حتى لا تنفرض الحبوب على الارض ويتم حصاد القمح يدويا على ارتفاع مناسب من سطح الارض يبقى هنا ابناء وابنات ارتفاع املية الحصاد وقطع النبات وحش النبات من على سطح الارض مهم جدا وان انت لما تمسك النبات بتمسكه بالقبضات في صورة قبضة حتى يتم حصاده بشكل جيد وبشكل سليم كل ده مع مراعاة اتخاذ اجراءات الوقاية او السلامة المهنية لان مهم جدا اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية مهم جدا لما اجأ اكلفت بعملية من العمليات او بيكون فيه اختبار معين من محتاج دليل ملاحظة دليل ملاحظة يعني اداء عملي اذا انت لقبل ما تؤدي هذه المهارة لابد انك انت تتخذ اجراءات او تتبع اجراءات طواعد او معايير السلامة والصحة المهنية تكون مستعد وتكون لابس الادوات المجهز بالادوات الخاصة التي تحميك وتحمي غيرك اثناء اداءك للعمل نرجع تاني لأسرية المعرورة قدامك ابنائي وبناتي اللي هو ضم محصول الامح بيتم ضم محصول الامح زي ما انت شايفين يدويا ادي العمال زي ما انت شايفه هو بيتم تضم على ارتفاع مناسب من سطح الارض وهنا الضم هنا هو ان احنا بنقطع المحصول ونضع الارض هنا وحتى يجف ثم تتم عملية الدراس ثم عملية التزريع لما يجي نشوف الصورة ده بتتم كل هذه المراحل في عملية واحدة باستخدام الالات الكبيرة اللي هي الكمبين بالنسبة لمحصول الارض بصوا ابنائي وبناتي زي ما انت شايفين كده معروض ده معيار من معايير الاداء بصوا كده لا ركز معايا كأن احنا بالضبط في حقل الجدارات اللي هو انا بعلمك عملية الحصاد لما يجي وقت الحصاد حيبقى هنا انت لسه في مرحلة دراسة هذا المعيار اللي هو حصاد محصول الارض يعني محصول الارض بيحصد يدوية بالشكل ده قادي بتمسك زي ما انت شايف كده على ارتفاع مناسب من سطح الارض وبواسط الاداء المناسبة في الحصاد اللي هو المنجل او الششر يتم قطع النبات زي ما انت شايف كده ويوضع في اتجاه السنابل في اتجاه والباقي النبات في اتجاه اخر زي ما انت شايفين اهو ده وده هذه طريقة الحصاد اليدوي هنا طريقة الحصاد الالي في المزارع الكبيرة يتم حصاد الارض بطريقة الالية اللي هي طريقة القنبين زي ما انت شايف كده القنبين بيقوم بعملية الحصاد والدراس والتزرية يبقى هوا ادي الحبوب نازلها يبقى هنا ادي البوم بتاع الكمبين بيخزن جوه التانك بتاعه اللي هو ده كمية من الحبوب ثم بعد ان يمتلئ يخرج خارج الحقل ليضعها بعض الوقت حتى تجف الجفاف المناسب يبقى انا استعرضت معاك ابنائي وبناتي الات حصاد محصول الحبوب اللي هو اخدنا منها محصول الامح واخدنا منها محصول الارض حصاد محصيل الاعلاف بيتم حصاد محصيل الاعلاف الخضراء زي ما احنا شايفين كده ابنائنا اما يتم حصاده بواسط الالات الكبيرة اللي هي المحشات الكبيرة جدا او يستخدم في الفرم زي ما احنا شايفين كده محصول الزورة حصاد محصول الزورة الشامية هوت بشكل ده هوت تم تقطيع الزورة الشامية او عمل سيلاج وآدي آلات الحش لحش المحاصيل الأعلاف اللي هو الحش اليدوي أو الحش الايه أو الحش الآلي هنا بنرجع تاني قبل ما نستعرض أسليت الموجود قدامكم أبنائي وبناتي بذكرك أن إحنا استعرضنا مع بعض للوحدة الأولى من الوحدات الفصل الدراسي التاني اللي هي وحدة الحصاد استعرضنا مع بعض أول مخرج لها اللي هو حصاد المحاصيل يدويا إن شاء الله هنستكمل باقي هذا المخرج اللي احنا أخدنا منه معيار واحد فقط واستعرضنا بعض المفاهيم وبعض المصطلحات الخاصة بعملية الحصاد وعرفنا هناك أن معيار النجاح في أداء العملية هو وصول المحصول إلى طور النطج المناسب لعملية الحصاد نستكمل معاكم أبنائي وبناتي باقي هذه المعايير لهذا المخرج في اللقاءات القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته